السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشراف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عرفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نكتب وازاي ننصق واللون بالشكل ده وازاي نعمل سلسلة وعرفنا ان بيبقى عندي المنتج النهائي من الاكسل مصنف او ورد بوك وبنسميه مثلا باسم افتراضي بوك وان وان هذا المصنف او كتاب العمل او مصنف العمل او الورك بوك دول بيكون من اوراق عمل او شيت وبيبقى مثلا اسمهم شيت وان او ورق واحد وهنقدر نضيف اكتر من واحدة وعرفنا ان كل شيت بتتكون من كولامز اعمدة والعمود بيبقى اسمه اي بي سي وعرفنا كمان وروز اللي هو واحد اتنين تلاتة دي اسمهم وتقاطع العمود مع صف بيديني خلية واسم الخلية بيكون باباها اسم العمود وجدها اللي هو رقم الصف زي الخلية دي مثلا او الخلية دي اتش سري اتش هي وثلاثة منورة من هنا عايزين بقى ان شاء الله بعد ما خلاص كتبنا وظللنا وعلمنا برضو نتعلم شوية مرات في التنصيق وبعد كده نبدأ نتعلم ازاي نعمل العمليات الحسابية اولا انا عندي هنا مثلا كلمة مسلسل دي لو انا مثلا ايه جيت كبرت كده ارتفاع الصف وجيت من هنا كده تبص تلاقي عندك اللي هو اتجاه النص ممكن تخلي النص يبقى بالشكل ده مثلا كلمة مسلسل تبقى كده وممكن نكبر شوية ودي طبعا بتبقى اكتر في اللغة الانجليزية لما تغلط اعمل تراجع على طول اهو وممكن برضو تختار مثلا تكون بالشكل ده وممكن طبعا انا مختار كل الايه الاصطف كده اعمل تراجع لو انا مختار خلية بس ممكن ان انا احدد ان اتجاه الكلام يكون كده او اتجاه الكلام يكون كده زي ما انت عايز او تخليه بالشكل الطبيعي خالص انت بحريتك وجرب اللي انت عايزه طبعا ما تنساش ان انت اي حاجة تغلط فيها اعمل على طول تراجع ولو انت عايز مزيدا من الضبط لهذه القصة ممكن تختار من المكان ده بان انت مثلا بتخلي هنا الاتجاه بتاع النص يكون بسفر او باتجاه معين وده طبعا الوضع ديفولت انه يكون بسفر من خلال فورمات سل الايجمنت اللي هي المحاذاة بتاع الخلية تمام عرفت ازاي يخلي الكلام يكون مثلا اتجاهك زي كده او يكون مثلا زي كده طبعا لو انت هكدا عجبك كده خلاص مفيش مشكلة لو انت مش عايز كل ده يعمل تراجع تراجع وارجع زي ما كنت في الاول خالص كل دي مهارات بس احنا بنعرف ازاي نستخدمها طيب دي كمان بتاع ايه؟ دي كمان اتجاه النص يعني لو انت كنت بتكتب عربي يكتب معك عربي لو انت عايز خلي اتجاه الخلية يكون الكلام مثلا لو انا بكتب هنا انجليش اهو ده اللي هو الكلام موجود فيه لو انت جبته كده موجود تعالا كده نبص من هنا هنا رايت توليفت او ليفت توريت يبقى تخليه على طول دي ليفت توريت لانها انجليش ولو عربي ان انت بتخليه رايت توليفت ولكن كنت كست سياق حسب الموضوع يعني لو انت بتكتب عربي هو يعرف انك بتكتب عربي ويبقى من اليمين لليسار لو انت بتكتب انجليش يبقى من اليسار لليمين وده بالنسبة للخلايا او اللي انت بتكتب فيها انما للشيد كلها او لورقة العمل كنا بنقول لهم بيج لقوت وبنقوله شي ترايت تو ليفت تمام جدا كل واحدة من دي على فكرة اسمها تاب ودي كلها اسمها الريبن او يعني كمان اللي هي يعني ايه؟ بنسميها الريبن كده وممكن ان انت على فكرة كليكي مين هنا كده تعمل ان انت تقوله خليها مفروضة او منضمة وطبعا فيه برضو هنا السهم ده كده ممكن تقوله ان انت تخلي الريبن تختفي بالشكل ده او تقوله خليها تبقى دايما زهرة زي ما انت عايز مفيش ادنى مشكلة او تخليها دايما زهرة قدامك وده الوضع اللي هو موجود بشكل افتراض طيب عايزين نتعلم ايه كمان دي كمان كده مهمة جدا بفرض ان انت كنت مصغر العمود كده فعايز اسماء الطلاب دول تصهر في اكتر من سطر نعملها دي ازاي الريب تكس ان انت بتقوله بعد اذنك لو كان الكلام اللي في العمود كتير والعمود دايق عليه بص كده لو جيت كبرت هنا الصف بش اي حاجة حصلت طيب تراجع ونعلم على كل الصفوف ونكبر كل الصفوف بالشكل ده كل الصفوف كبرت تمام برضو ما بش حاجة حصلت ليه لان انت لو جيت عملت سلكت على البيانات اللي هي مزهرة دي كلها وقلت له وراب تكس بص كده اللي هيحصل يعني بتقوله خلي الكلام يبقى في اكتر من سطر فلو جيت كده صغرت كده كمان شوية ليه اسم الطالب دي ما صغرتش كده كمان وليه دي ظهرت في اربع سطور لان الاولى مش متفاعل فيها قصة لوراب تكس شوف كده لما تعملها لف ازاي يبقى منص لما يلاقي ان الخلية عرضها داية يعرض لك الكلام اللي في الخلية على اكتر من سطر يبقى عريبنا كده لوراب تكس كده بتعمل ايه انها بتخلي الخلية انها تظهر لك في اكتر من سطر ودي طبعا لو كان ان زي ما انت افكرك مرة تانية لو كان خلاص هو اصلا ارتفاع الصف كبير فما فيش اي مشكلة ولكن لو كان العمود دايق بالشكل ده كده والصف ينفع ان الكلام ييجي من اكتر من سطر فقول له راب تكس يقدر يجيبولي على اكتر من سطر تراجع تراجع دايما اي حاجة تغلط فيها اعمل تراجع وارجع كما كن طيب بالنسبة لدي بقى ازاي نضيف اعمدة او صفوف جديدة لو انا في الصف ده كده كانت البيانات دي بتاع طلاب الصف الاول فانا عايز اضيف فوق كده رو جديد او صف جديد علشان ان تضيف صف جديد لازم اكيد تبقى مختار الصف اللي انت عايز تضيف قبله فانا راجعي مختار كليك يمين وقوله انسيرت انا هعمل انسيرت الايه انا اصلا واقف على رقم واحد اللي هو الصف الاول يعني انسيرت ضيف لي صف قبل الصف الاول نزلك بالفعل قبل او تراجع كنترول وزت او من هنا طيب لو انا واقف على رقم ثلاثة وقوله على الصف رقم اربعة انسيرت يبقى انا بالفعل اضفت صف قبل الصف رقم اربعة فجي قبل ايه تراجع بنفس الفكرة لو انت عايز تضيف عمود قبل العربي ده او قبل الرياضيات كان فيه مثلا ايه اللي هو مثلا الدين او قبل المجموع هنضيف مضة رقم اربعة يبقى وانا واقف على اسم العمود ومؤشر الكتاب المو اسماعية بالشكل ده كليك يمين وانسيرت هنا ضفت دايما عمود قبل العمود المختار افتكر دايما ان عملية الاضافة بتكون قبل اللي انت مختاره يعني لو انا مختار العمود ده كليكي من انسيرت يبقى الاضافة هتتم قبله لو مختار الصف ده يبقى الاضافة هتتم قبله لصف طيب ليه صف لان انت مختار صف طيب وانا كده ليه عمود لان انت مختار عمود طيب قبل الصف الاول انسيرت وانا عايز اجي هنا كده واجتب ان دي نتيجة طلاب الصف الاول شوف انت بتكتب انجليش على طول بما ان هنا كانت كنتكس الوقت جاه الكتابة داخل الخلايا شوف اول ما قبت عليها فالكلام جي من اليسار على طول طيب تعالى كده نقلب مرة تانية ونقول له ايه لا انا هكتب عربي اهو شوف كده لما اجي اكتب نتيجة شوف الكلام جي من اليمين ازاي ايه السبب ان الكلام عارف انه ييجي من اليمين لان انت مختار اتجاه النص داخل الخلايا يكون كنتكس يعني حسب ما انت بتكتب عرب يجي من اليمين انجليز يجي من اليسار نتيجة الصف الاول تمام جدا انا عايز بقى اقول ان كل دي كده نتيجة الصف الاول الكلام ده موجود فين في خلية واحدة بس علشان كده ممكن تعلم على مجموعة خلايا وتعمل يعني ان انت عايز تدمج الخلايا دي كلها بدل ما دي خلية و دي خلية لأ انا عايز كلهم يبقى خلية واحدة والكلام اللي هو نتيجة الصف الاول تأتي في المنتظف فبقولهم ميرش ام سنتر كلهم بالفعل بقوا بخالية واحدة وما تنساش برضو ان انت ممكن تعملها كده حدود وإطار خاص بيها وتقدر كمان تكبر الخط وتقدر كمان تخليه بولت وتقدر تغير نوع الخط تخليه أي خط يجي كده على مزاجك فيش مشكلة خالص خالص وتقدر تصغره كده وتشيل البولت دي من عليه وتقدر ان انت مثلا تديله خلفي غمقة مثلا بس تخلي بقى لون الخط فاتح تمام جدا شوف كده بقت عاملة ازاي طيب ايه اللي حصل هنا ان انا خليت كل الخلية دي بقت خلية واحدة طيب اللون ده غامق او يا ساتر يا رب لو جبنا لون فاتح شوية يبقى اصرف او جبنا مثلا كده وخلينا لون الخط هو اللي يبقى غامق اعتقد يعني كده تبقى احلى شوية اوكي هنا نعملت دول كلهم ايه ميرش ان سنتر الزر ده بيعمل العملية واكسها بمعنى ان انا لو جيت ضغط عليه مرة تانية خلاص هيرجعهم خلايا مستقلة زي مكانه لما علم على مجموعة خلايا علمت على دول كده بس يبقى كده انت بتدبقهم كخلية واحدة وتجيب الكلام في المنتصف كده رجعتهم خلايا منفاصلة يبقى الزر بتاع ميرش ان سنتر بيدبق لي مجموعة خلايا مع بعض ويخلي الكلام اللي موجود فيهم يجي في المنتصف بص كده اهو لو انا جبت دول كده بقى موجود والكلام بقى هنا تقولي تب الكلام جي تحت ليه واجي في المنتصف المحازاة دي اللي هي ممكن تجيب المحازاة برضو الافقية والرأسية فكها مرة تانية خلاص اتفكت وبقى كل خلايا بشكل مستقل تراجع كلهم بهم خلايا واحدة عايز اعزفهم خلاص زليت طيب عايز اتراجع برضو مفيش اي مشكلة وارجعهم زي مكانه مفيش اي مشكلة خالص يبقى كده عرفت فايدة الزر ده انه بيدمجلي مجموعة من الخلايا مع بعض وطبعا في حاجات تانية كتير بس احنا بنركز على الاساسيات يبقى عرفتنا ده كده اللي هو بتاع تجاه النص داخل الخلايا وعرفتنا ده كده اللي هو لو كان الكلام داخل خلايا عربي او انجليزي او كنتكس انت اعرف عربي يبقى عربي وده طبعا بيزود المسافة البادئة فاكرين ان انتوا الفكرات في بيرنامج ميكسوفت ويرد وكمام ده بيعمل ميرش في بقى عندنا برضو شوية حاجاتنا خاصين بحاجات كتيرة لو انا مثلا كنت هاجي هنا كده كليك يمين وقالوا انسيرت فانا ضفت كده ايه ضفت مصبوط تاريخ جديد وهسميه خاص بتاريخ ميلاد الطالب تاريخ الميلاد بتاع الطالب بفرض ان انا كنت عايز اضيف تاريخ الميلاد دبل كليك على طول كده فلو جيت هنا مثلا قلت ان ده كان اتنين وعشرين شهر واحد وبعد كده سنة الفين وتسعة بفرض ان ده تاريخ الميلاد ايه اللي حصل ليه على طول بمجرد ما كتبت وعملت الشرطة ما بينهم ليه اتقلب تاريخ بص بقى معايا كده وانت موجود على الخلايا دي موجود هنا نوع البيانات الموجود جواه فموجود انها ايه جنرال بتاع اي حاجة طيب هنا برضو جنرال طيب لو انت عايز تخلي دي بتاع ارقام يبقى هنا بتختار ان الخلايا المختارة المحتوى اللي هيكون بداخله نوع ايه تعال كده مبص من هنا ايه اللي لا يحصل فيه جنرال في ان انت تقول لهم نمبر طيب استفدت ايه نمبر انه ضاف لي علامة عشرية وضاف لي اسفار بعد العلامة العشرية والاسفار دي ممكن ان انت تتنقصها وممكن ان انت تزودها زي ما انت عايز بالعدد اللي انت شايفه مناسب يبقى كده انت حددت ان اللي هيكون موجود في الخلايا دي ماله هيكون ارقام مش جنرال زي ما كانت الاول بالشكل يبقى هنا من خلال كده بنختار المحتوى بتاع الخلايا طيب انا لما كنت كاتب تاريخ هنا كده وقلت له اتنين وعشرين شرطة واحد شرطة مثلا الفين وتسعة بمجرد ما كتبت الصيغة دي وعارف ان اللي هيكتب هنا هيكون ايه ديت طيب لو جيت هنا وقلت له ان هيبقى نمبر شوف كده الموضوع تلف تبايا من ازاي ودي بتحصل مع ناس كتيرة يسأل دايما ليه انا بكتب تاريخ الميلاد او تاريخ اي حاجة بيتقلب لرقم لان انت بتختار ان النوع الخلية اللي يكون موجود هنا يكون مثلا ديت او تايم او بتختار النوع اللي انت شايفه مناسب للشغل بتاعك او يكون تاكس يعني دي كده المفروض ان انا اختار من هنا ان دي خاصة بالايه انها فيها تاكس جدرال جدا كل حاجة لأ دي كان فيها تاكس والنمبر ده ان انا ممكن احوله لديت ليه انواع شرطة ديت او لونج ديت او تايم يكون خاص بالوقت او خاص بالنسبة المقوية فاقول له ان دي شرطة ديت فتكتب لي بالشكل ده طيب بفرض ان انا كنت مثلا بقولي هنا مثلا مصروفات الطالب مثلا يعني او بعمل مثلا شغل محاسبي زي سمن مثلا المنتج سمن السلعة مثلا انت بتعمل سمن السلعة فبتكتب هنا مثلا ايه هكبر اللي هو اوتو فت او الاحتوال تلقاي فاقولت ان دي مثلا بستين جنيه لما كتبت ستين انا كتب رقم عادي خالص طب ما انا عايز اضيف السلعة هقول له بقى خليها الكرانسي فبقوله هتبقى ستين جنيه شوفت كده بتزاي جنيه مصري عارف الجنيه مصري مدين من الاعدادات بتاعتك وعلى فكرة انت ممكن بعد كده تختار كمان مزيدا من التنسيقات كليك يمين وقوله فورمات سل اللي هو ان انا عايز اعمل تنسيق للخلية بيقولك بقى كل الانواع موجودة هنا هوا انت اخترت الكرانسي السيمبل او العملة ايه جنيه مصري ولا الدولار ولا تختار اي عملة انت عايز تعملها لو كنت مثلا انجليش او دولار او تكونت في سعودية تقوله مثلا اللي انت عايزه فهتتغير وفقا لايه اللي انت اخترته يبقى فورمات سل دي استفدت حاجة جديدة اه ان انا كمان بختار مزيدا من من التنسيق للخلية يعني مثلا التاريخ ده ممكن اغيره اه فورمات سل هتلاقي انواع كتيرة جدا للتاريخ ممكن تختار الشكل ده ممكن تختار الشكل ده وبيديلك هنا معينة ممكن تختار الشكل ممكن تختار التاريخ والوقت اختار بقى الشكل اللي مناسب لشغلك واكتبه وخليه هنا يبقى من هنا كنت بختارها على طول بس كده بشكل سريع الخلية محتوها هيكون ايه ارقام ولا نصوص ولا عملة ولا تاريخ وممكن من كليك يمين وقوله فورمات سل ان انا اقوله مزيدا من الضبط واختار مزيدا من الانواع من خلال هنا الكاتيجوري او التصنيف وهنا اللي هي المزيد اللي هي التنسيقات الفرائية الخاصة بي تمام طيب انت مش عايززول كده قل له بقى كليك يمين قل له ان انا عايز اعمل ديليت للخلايا هنا بقى انا خلي بالك لو دست ديليت من الكيبورد بيحزف المحتوى انا عايز اعزف الخلايا ومحتواها يبقى كليك يمين ديليت فهنا بيعمل ايه شفت رايت يبقى كده حزفت الخلية بتنسيقاتها بمحتوها طيب تاريخ الميلات ده انا مش عايزه كليك يمين عليه وزي ما كنت بتعمل انسيرت اعمل ديليت بس انا كنت بقريك ازاي تختار اللي هي اللي هي المحتوى بتاع الخلية يكون نوعي وهنا دي تزود اللي هي العلامات العشرية ودي تنقص العلامات العشرية ودي بقى خاصة مثلا لو انت كنت بتكتب راقم زي مثلا راقم بالشكل ده فانا بتقول له لأ والله بقى تضف لي بعد كل تلات ارقام اللي هي الفصلة وليس العلامة العشرية يعني الراقم ده 444 الف وبعد كده ايه 444 يعني ده بعد كل تلات يعني انت مثلا بتكتب هنا مليون بنفترض المليون واحد وكام وستة اصفار فهو بعد كل تلات اصفار يعمل ايه يحط لك بص كده انا حطيت هنا واحد اتنين لأ ده انا كنت اعمل سبعة اصفار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لأ انا عايز مليون بس فهو هنا راقم لك ايه حطي لك اللي هي علامة الفصلة اللي هي بتاع كل تلاتة يعني عشان يعرفك ان انت كده في خانة الالاف وبعد كده دخلت في خانة المليون طبعا دي ممكن تشيل العلامة العشرية او تخليها زي ما انت عايز دي كل فايدتها في الحياة او خلي بالك ان العلامة العشرية بتكون نقطة وليست اللي هي الفصلة طيب دي بتعمل ايه دي بتعمل النسبة المقوية لو انا كنت باكتب هنا مثلا راقم وجيت علمت كده قلت له خلي علامة في المية مضافة ليه مش بيحسب لك نسبة المية وبيضاف لك بس علامة في المية طيب دي كمان خاصة باي دي خاصة بالعملة وانواع العملات اعلم عليهم كده قلت له دليت هتفضل خلايا موجودة إنما أنت كليك يمين وتقوله ديليت هيعملك شفت سير ريت ويشلك الخلية بمحتوى تمامي بقى كده برضو خلصنا الجزء ده عايزين بقى نبدأ في موضوع جديد ونبدأ بقى في حاجة زريفة جدا 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 ألا وهي العمليات الحسابية ولا نخلي العمليات الحسابية إن شاء الله للفيديو القادم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته